تلقت وزيرة تضاوم الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري مايا مرسي تقريرا عن انتهاء فعالية حاملة ريدويك التي أطلقها الهلال الأحمر المصري بالتعامل مع وحدات التضاوم الاجتماعي بالجماعات على مستوى 26 جامعة وبلغ إجمالي المستفدين من الحملة ما يزيد على 40 ألف طالب على مستوى جماعات المشاركة حيث تم استثمار تقاط الشباب الجماعي في مصر من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع كما بلغ إجمالي المتطوعين من الطلاب المنضمين جراء الحملة لوحدات التضاوم الاجتماعي بالجماعات ما يقرب من 9 ألف طالب